السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم أبنائنا طلبة وطلبات الصف الثالث قسم طباعة وسباغة وتجهيز المنسوجات في حلقة جديدة من مادة العمليات النهاردة في مادة العمليات هنتكلم عن سباغة ألياف تراي أسيتات تراي أسيتات ده معناه أن نحن نتكلم عن 3 زرات من الأسيتات السليلوز ده معناه أن السليلوز بتاعنا متعالج مع الأسيتات أو بحمد الأساتيك عشان يديني تراي أسيتات سليلوز هنتكلم في تراي الأسيتات هنتكلم عن سباغة تراي أسيتات بالسباغات المنتشرة وهنتكلم كمان عن سباغة تراي أسيتات بالسباغات المنتشرة سواء كانت بطريقة الحوامل أو من غير طريقة الحوامل قبل ما نتكلم عن تراي أسيتات لازم نتكلم أو السباغة بتاعته لازم نتكلم عن يعني إيه حوامل الحامل ده بيبقى عبارة عن الكبري اللي بيربط ما بين السبغة والالياف احنا عارفين ان غالبية الالياف الصناعية بتبقى الياف ملهاش مسان عشان كده لازم ندخل السبغة جوة الالياف بتاعتنا فبنبقى في حاجة اسمها حامل عندنا الحامل ده بيبقى كبري او بيعمل الكروس لينك اللي ما بين الالياف والسبغة بحيث ان انا بعد كده هو ما ادخل الخامة بتاعتي ليه عملية الغزيل السبغة بتاعتي ما تقعش او يحصل عندها عدم سبات عشان كده هنتكلم عن سباغة الطريق السيطات بالطرق المختلفة سواء كان بالحوامل او من غير حوامل نقص مع بعض كده عن ايه هي السباغات المنتشرة هي السباغات الوحيدة المناسبة لسباغة هذه الخامة ومن طرق هذه السباغة ما هي السباغة بدون حوامل والسباغة باستخدام الحوامل طيب تعالوا نشوف الاول مع بعض ايه هي طريقة السباغة بدون حوامل اول حاجة بنتحضر السبغة ودايما لما بنيجي نحضر السبغة هناوقت بنتكلم عن اكس سبغة ليه بنقول اكس سبغة؟ لان السبغة بنحضرها على حسب عمق اللون على حسب عمق اللون يعني انا كل مكان محتاج لون عميق او مثلا لون غامق ده معناه ان انا بحط كميات سبغة كتير لكن كل مكان محتاج لون فاتح يبقى ده معناه ان انا بحط كميات سبغة اقل كمان بحط مع السبغة بتاعتي اتنين جرام لكل لتر مادة نشرة انيونية بنحط مع كل سبغة بتاعتي اتنين جرام لكل لتر مادة نشرة انيونية طب ايه وظيفة المادة النشرة الانيونية؟ دي مادة زيطة نشاط سطحي الوظيفة الاساسية بتاعتها انها تساعد على انتشار السبغة في المحلول واحنا عارفين ان السبغات المنتشرة بتبقى سبغاية ما بتدوبش في المية واحنا بنعمل لها عملية ازابة بطريقة او باخرى فبتميل انها تتجمع في معا بعضها طيب ما بتميل انها تتجمع معا بعضها ده نقضي عليه بايه نقضي عليه بان احنا بنحط مادة زلط النشاط السطحي اسمها مادة نشرة انيونية انيونية يعني لها بتتأين وبتدي شحنة سالب اشتركوا في القناة 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 سطح الخام كمان بيكون محلول الجينات من مادة الجيناتينية في الوسط القلوي ودي الطرق بتاعة طباعة سباغة الفسكوز اتكلمنا فيها عن طبعا ان شاء الله بازن الله الحلقة الجاية هنتكلم عن طرق طباعة الفسكوز بشكل اوسع وهنتكلم عن الحمام بتاع معجون الطباعة او مش هنقول بقى الحمام بتاع معجون الطباعة هنقول مكونات عجينة الطباعة لكن هنتكلم بسرعة كده على الحاجات اللي احنا اخدناها الحلقة بتاعتنا النهاردة اول حاجة اتكلمنا عن السباغة بتاعة وتكلمنا عنهم سواء كان بحوامل او من غير حوامل تكلمنا عن السباغات اللي بتستخدم فيهم اللي هي السباغات المنتشر. هي اللي بتستخدم فيه طباعة آآ سباغة الياف. بتستخدم فيه طراعي آآ سباغة الالياف البولي اسطر. واتكلمنا كمان عن آآ الطباعة. وايه هي انواع العجائم بتاعت الطباعة? ايه هي الشروط اللي واجب توفرها في عجنة الطباعة? ايه هي الطرق اللي بتستخدم في عجنة الطباعة? واتكلمنا عن آآ طرق طباعة سباغة الفسكوز. ودي اتكلمنا عن جزء فيها بشكل بسيط كده. هنكمله ان شاء الله بإذن الله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله عايزين نراجع مع بعض كل المواد أول بأول مش عايزين نؤخر علينا حاجة ولو فيه أي أسئلة هنشوفها على الموقع بتاع القناة على اليوتيوب وهنا نتلقى أي أسئلة من حضراتكم ونشوفكم الحلقة الجاية سلام عليكم